السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البيت هنعمله بعصير المنجا الجاهز اللي احنا بنعمله في البيت الفريش الجميل ده اول حاجة بنجيب اي عصير سواء منجا او اي فاكهة وبنحطه على النار بالشكل ده بنحط بقى لكل كباية منجا بنحط معلقة جيلاتين في ربع كباية مية كده يعني مسلا لو عندي اربع كبيات مانجا بحط لهم اربع معالق جيلاتين في ربع كباية مية واسبهم لحد لما يدوا الشكل اللي انتو شفتو ده معلش ان اللقطة دي ضعت مني اتحزفت من الموبايل فبعت الزر لكم هنحطه ونقلبه بالشكل ده بس ما يكونش العصير لسه يعني سخنة قوي بيكون دافي فبنروح حاطين عليه الجيلاتين اللي احنا كنا عاملينه وبنقلب بالشكل ده بنفضل بقى نقلب بالشكل ده لحد لما بيدي قوام كده كريمي والقوام بتاعه بيتقل بنقلب كده بالشكل ده علشان الجيلاتين يدوب كويس في العصير تقدري تستخدمي اي نوع عصير ممكن تعملي فراولة ممكن تعملي مانجا ممكن اي نوع عصير انت حبيه برتقان بنفس الطريقة لكل كباية عصير بنحط معلقة جيلاتين دلوقتي الجيلاتين هو تقل وعمل رغوة كده فانا بشيل الرغوة دي علشان ما تديش شكل وحش لما نيجي نصبه في الكسات بشيل كل الرغوة دي وطبعا العصير بتكون يحطله السكر اللي انت بتحبيه يعني كل واحد على حسب ما يحب عادي عصير عادي بتعمليه وبتعطيله لجيلاتين هيبقى عندنا جيلي وجيلي جميل جدا ومفيد وفي نفس الوقت ما فيوش اي مواد حفظة ولا مواد صناعية زي ما انتو شايفين كده الجيلي بقى بالشكل ده طبعا هو دلوقتي خفيف بس لما بيقعد بقى بيتقل هيتقل يعني انتو بتسيبه لما يغلي وبتروحوا منزلينه من على النار ودلوقتي بقى هنجيب الكسات اللي هنحط فيها الجيلي وهنحط الجيلي بالشكل ده انا جبت الكسات اهو هحط بقى الجيلي هو طبعا لسه سخن شايفين البخار لسه بيطلع منه بحط بقى الجيلي كده وهسيبه يبرط هسيبه يبرط شوية بره التلاجة وبعدين ابتدي بقى ادخله التلاجة بيقعد على حسب بقى التلاجة اللي عندك ممكن يقعد اربع ساعات ممكن يقعد ست ساعات على حسب لما يجمت طبعا انت بتقدري تشوفيه كده احنا عملنا كل الكاسات اللي عندنا شكله جميل ولونه حلو جدا وحطيته في التلاجة ودلوقتي بعد ما طلع من التلاجة بقى بالشكل ده جميل جدا وطعمه لزيز والمانجة طعمه حلو فيه كده وطبعية زي ما انتو شايفين اهو جمد وبقى حل ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة اه هو ان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة